القضية الفلسطينية وبكل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية كانت وما زالت محور اهتمام قائد العمل الإنسانية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فالمساعدة الإنسانية الكويتية لهي بلسم يشفي جراح الفلسطينيين في الذكرى الأولى على تكريم سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح بتسمية سموه قائد العمل الإنسانية ودولة الكويت مركزا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة ممثلة بأمين عامها بانكيمون ثمن الفلسطينيون ذلك تقديرا لجهود سموه وإسهاماته الكريمة ودعمه المتواصل للعمليات الإنسانية والتي كانت واضحة في الأراضي الفلسطينية حيث امتدت الأياد البيضاء في شتى أرجاء فلسطين لمساعدتهم في أكثر من محنة ومناسبة فلطالما حرص سموه على أن تكون الكويت سبق في العمل الخيري الإنسانية وأن تمزك بزمام المبادرات العالمية في هذا الجانب حيث حرصت الكويت خلال السنوات الماضية على زيادة حجم التبرعات في الدول التي تصيبها كوارث أو أزمات ومن بينها فلسطين نحن كفلسطينيين نثمن عاليا الدور الكبير الذي يلعبه أمير الكويت حفظه الله ورعاه بما يتعلق بالدعم الإنساني على المستوى الدولي أولا وعلى المستوى الفلسطيني خاصة إن تعلق الأمر بدعم الفلسطينيين بمئات الملايين من الدولارات والتي تفوق المليارات منذ نشأة القضية الفلسطينية حتى يومنا هذا والكويت تتبنى كافة القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبالأخص على مستوى هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في العام المنصرم وبعد أن شن الاحتلال الإسرائيلي حربا على الفلسطينيين في غزة ارتقى فيها أكثر من ألفي شهيدا وأصيب فيها أكثر من عشرة ألاف فلسطينية وشرد ما يزيد عن أربعمائة وخمسة وسبعين آخرين كان للكويت دورا في مدية العون من خلال إرسال قوافل من المساعدات الإنسانية التي شملت الدواء والماء والغذاء والمال والملابس والبطانيات وغيرها تحت عنوان قوافل قائد العمل الإنسانية والتي وصلت إلى غزة إما عن طريق الحدود المصرية أو عن طريق الضفة الغربية بالتنسيق مع كافة الجهات على أعلى المستويات لتصل لكل عائلة منكوبة نحن في مؤسسات حقوق الإنسان وفي مؤسسات المجتمع المدني نقدر عاليا هذا الدعم المتواصل من سمو الأمير لشعبنا لأن ذلك يعزز من صمودنا على أراضينا ويدقينا الحاجة والسؤال علينا أيضا أن نتذكر أنه بالأمس الأنروا قالت بأنها ستفتح أبواب مدارسها في الوقت المحدد بفعل الدعم الكويتي المتواصل لشعبنا وبالنسبة للفلسطينيين فإن هذه الذكرى مناسبة تفتخر بها فلسطين التي وقفت وستقف دائما إلى جانب شقيقتها التي لم تتركها منذ عقود طويلة ووضعت بصمتها في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والمساعدات الإنسانية في مختلف المحافظات من شمالها حتى جنوبها ما يزيد من أهمية الحدث هو اعتماد هذا الوصف خصيصا لسمو أمير دولة الكويت حيث أنه لم يتم منح مثل هذا اللقب لأحد من قبل في تاريخ الأمم المتحدة وذلك يزيد الفلسطينيون فخرا واعتزازا بدولة الكويت وأميرها لتلفزيون دولة الكويت من الأراضي الفلسطينية دارين غيث